انتشار محلات نتفات الدجاج في الوسط التجاري في محافظة عجلون يثير السياء المواطنين هناك لأن تلك المحال حولت المنطقة إلى مكرهة صحية جراء رمي نفايات النتيجة عن عملية تنظيف الدجاج على الأرصفة وطرقات نتابع هذا التقرير انتشار محل نتفات الدجاج الحي بالوسط التجاري لمدينة عجلون وبين منازلها تسبب بمكرهة صحية وتشويه للواجهة التجارية ومحيط المسجد الكبير في المنطقة بسبب رمي مخلفات الذبح على الأرصفة والطرقات ما يؤدي إلى انبعاث لروائح الكريهة وتلوث البيئة وتجمع للقوارد والحشرات محلات الدواجن التي كانت على الجهة الشرقية بالمبنى هذه الموجودة فيها أغلقوها قبل افتتاح مسجد عجلون الكبير ولكن المحلات التي بجهة الخلفية موجودة ظلت وما دامت شغالة بفتحوا ببيعوا دواجن وروائح كريهة ومخلفات الدواجن بدشروها بالشوارع بالنسبة للبلدية والصحة والصناعة والتجارة باستمرار بمر علينا وبراقب الأوضاع واللي عنده أخطاء بقولوله بصوبها واللي مخالب بخالفوه العديد من المخالفات والتشوه للمنظر العام تصف واقع الحال في الوسط التجاري بعجلون ما ينظر بمشكلة بيئية أخذة بالتفاقم في ظل افتقار المحافظة لمسلخ مخصص لهذه الغاية وضعف رقابة الجهات ذات العلاقة لمثل هذه المحال التجارية ارتأينا إلى إيجاد بعض الحلول منها أنه كانت هناك فكرة لإيجاد مكان بديل تم عمل دراسة لواقع الدواجن وأيضا سوق الخضار تم رفع هذه الدراسة إلى وزارة البلديات لكن لغاية هذه اللحظة ما تم الموافق على هذا المشروع 14 محلا مرخصا لذبح وندف الدجاج تحتل مساحة ليست بالقليلة من الوسط التجاري الضيق لمدينة عجلون وتلبي احتياجات السكان الذين يميل سلوكهم باستهلاكه إلى تفضيل الدجاج الحي المذبوح يوميا على الدجاج المبرد والمجمد إلا أن الأضرار البيئية الناتجة عن مخلفات تلك المحلات تتطلب حلا شاملا يحافظ على صناحية المنتج وجمال ونظافة المكان